اسم الدرس مقارنة جسم بجسم آخر من حيث الثقل أثقل، أخف، لهما نفس الثقل المحور الثالث، المادة أولاً، أرتب الحيوانات من الأخف إلى الأثقل بكتابة الأرقام من 1 إلى 5 الإجابة ثانياً، أكمل باسم الحيوان المناسب الديك أخف من الفيل أثقل من الإوزة أخف من وأثقل من الحصان أثقل من وأخف من الكلب أخف من وأثقل من الإجابة الديك أخف من الإوزة الفيل أثقل من الحصان الإوزة أخف من الكلب وأثقل من الديك الحصان أثقل من الكلب وأخف من الفيل الكلب أخف من أخطار العبارة المناسبة لأملأ بها الفراغ أخف من أو لها نفس ثقل لعبة الدب المكعبات علبة الحليب المكعبات الكرة المكعبات الإجابة لعبة الدب أثقل من المكعبات علبة الحليب أخف من المكعبات الكرة لها نفس ثقل المكعبات باء أرتب هذه الأشياء من الأثقل إلى الأخف الإجابة الترتيب حسب الثقل من الأثقل إلى الأخف لعبة الدب الكرة علبة الحليب رابعاً استعداداً لفعاليات المصابقة الجهوية لرياضة الملاكمة قامت اللجنة المنظمة بأخذ المعطيات الشخصية لكل ملاكم فكان وزن المتأهلين للدور النهائي كالآتي ألف أي الملاكمين أخف وزناً؟ الإجابة الملاكم من الفريق الأحمر هو الأخف وزناً باغة أكمل بما يناسب الملاكم من الفريق الأزرق الملاكم من الفريق الأحمر الملاكم من الفريق الأحمر أثقل من الملاكم من الفريق الأحمر الملاكم من الفريق الأحمر أخف من الملاكم من الفريق الأزرق خامساً أصلح الخطأ إن وجد الموزة أثقل من البطيخة الفأر أخف من السلحفة العصفور أخف من الريشة كمية من الإسفنج تزن كيلوغراماً واحداً لها نفس الوزن لكيلوغرام من الحديد الإجابة الموز أفقر من البطيخة؟ الموز أخف من البطيخة؟ الفأر أخف من السلحفة؟ صحيح العصفور أخف من الريشة؟ العصفور أخف من الريشة كمية من الإسفنج تزن كيلوغراماً واحداً لها نفس الوزن لكيلوغرام من الحديد صحيح